بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الوضع في أوكرانيا وذكر الكريملين أن بوتين أكد خلال الاتصال أن الجيش الروسي يتخذ كافة الإجراءات الممكنة لإنقاذ أرواح المدنيين وأوضح الكريملين أن بوتين قدم لرئيس المجلس الأوروبي تقييماً لمصار المفاوضات مع ممثلي كييف مشيراً إلى أن المطالب الروسية معروفة من جهته طلب ميشيل الرئيس الروسي بوقف الأعمال العسكرية وضمان مرور المساعدات وبضمان سلامة المنشآت النووية قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن روسيا أبلغت أوكرانيا أنها مستعدة لوقف عملياتها العسكرية في لحظة إذا استجابت كييف لقائمة من الشروط وأضف بيسكوف أن موسكو تطالب أوكرانيا بوقف العمليات العسكرية وتعديل دستورها لتكريس الحياد والاعتراف بأن شبه جزيرة القرم أرض روسية وكذا الاعتراف بجمهوريتي دونسك ولهانسك الإنفصاليتين جاء هذا وفقاً لبيان روسي يتعلق بالشروط التي وضعتها روسيا لوقف ما أسمته بعملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا والتي دخلت الآن يومها الثاني عشر دعا الرئيس الأوكراني فولودميرد زيلينيسكي الغرب لتزويده بطائرات عسكرية وخلال مقطع مصور بثه زيلينيسكي على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي طالب الرئيس الأوكراني دول العالم بمقاطعة النفط الروسي مشدداً على أن مستقبل أوروبا ستحسمه المقاومة الأوكرانية للعمليات العسكرية الروسية على أراضي بلاده هذا ومن المقرر أن يلقي زيلينيسكي كلمة أمام المشرعين البريطانيين في وقت لاحق اليوم حول الأزمة الأوكرانية وافق الاتحاد الأوروبي على بدء دراسة انضمام أوكرانيا وجورجيا ومولودوفا للاتحاد الأوروبي وكان الاتحاد الأوروبي قد أكد أن مولودوفا تشعر بالتهديد من روسيا وأن بروكسل تعمل على إرسال مساعدات للشركاء على حدود أوكرانيا كما أعلنت واشنطن أنها تدرس تزويد حلفاء النيتو في أوروبا الشرقية بأنظمة دفاع جوي بالغة الأهمية وذلك مع تزايد القلق من أن الروس قد يفكرون في إطلاق صواريخ أو طائرات ضد الجناح الشرقي للحلف وفقا لمسؤول أمريكي أكد وزير الخارجات الأمريكية أنطون بلينكين أن بلاده ستفعل كل ما بوسعها لدعم أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وخلال مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الأمريكي ووزير خارجية لاتفيال قال بلينكين أن 70% من الأسلحة وصلت لأوكرانيا وأظهرت فعاليتها في قتال الروس مشيرا إلى أن بلاده لا تريد أن تواجه روسيا من خلال فرض منطقة حضر جوي فوق أوكرانيا أكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جازي بوريل لأنه يجب وقف إطلاق النار في أوكرانيا قبل الحديث عن مفاوضات وأوضح بوريل خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فرنسا جونيف لدوريان أنه طلب من الصين أن تكون طرفا في المبادرات السياسية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وذلك في أوكرانيا مشيرا إلى أن أوروبا بحاجة إلى أن تكون أكثر جيوسياسية وموحدة للدفاع عن نفسها نحن بحاجة لأوروبا أن تكون أكثر جيوسياسية حتى في اسلوب تصميمنا وإدارة نمونا نحن نجو إلى الوضوح والوحدة وإلى المصداقية يجب أن نمضي تجاه العروض الواقعية التي تأخذ على محمل جد مقبل شركائنا والتي تحقق الفارق يجب أن يكون أكثر حسما وعازما في الدفاع عن قيمنا ومصالحنا من جانبه طالب وزير الخارجات الفرنسي جونيف لودوريا الصين بالضغط على رئيس روسي فلاديمير بوتن واستخدام نفودها لتفادي الأسوأ في أوكرانيا وأكد لودوريا على دعم بلاده للأوكرانيين في الدفاع عن أنفسهم معتبرا أن شروط روسيا للمفاوضات تعني الاستسلام وليس التفاوض وأشار لودوريا أن روسيا تهدف إلى إلغاء أوكرانيا وظروف التفاوض هي لإخضاع الأوكرانيين وقال لودوريا أن مأساة أوكرانيا يبدو أنها ستدوم طويلة كان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قد أكد أن الوضع في أوكرانيا يزداد سوءا كل يوم مشددا على أن بلاده ستواصل الضغط على روسيا من خلال فرض العقوبات جاء ذلك في حوار أجراه ماكرون مع شبكة LCE الفرنسية حيث أدان الرئيس الفرنسي خرق روسيا للمبادئ السياسية والأخلاقية حول الممرات الإنسانية في أوكرانيا كما شدد ماكرون على ضرورة تكريس الجهود الدولية من أجل العمل على تجنب وقوع كوارث بالمنشآت النووية في أوكرانيا أكد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ضرورة تكتيف الجهود لتفادي التصعيد في أوكرانيا وتوسيع دائرة الحرب جاء ذلك خلال القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الفيديو كونفرنس مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وذلك لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية هذا وأعلن الرئيس جو بايدن أنه اتفق مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا على تجديد العقوبات على روسيا من جانبه دعا المستشار الألماني أوليف شولز روسيا لوقف فوري لعمليتها العسكرية التي تنتهك القانون الدولي وتسفر عن معاناة إنسانية مأساوية روسيع النفوان روسيقى ماهون شانف خذف разр القيد أكد المفاوض الأوكراني في المحادثات مع روسيا ميخايلو بوديلاك أنه تم إحراز بعض التقدم البسيط بشأن الاتفاق على المسائل اللوجستية لإجلاء المدنيين لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يحسن الوضع بشكل كبير مشيرا إلى أن الجانبين سيواصلان المحادثات بشأن وقف إطلاق النار من جانبه أكد المفاوض الروسي فلاديمير ميدنيسكي أنه من المبكر جدا التحدث عن أي شيء إيجابي بعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا مشيرا إلى أن بلاده تتوقع إجراء جولة رابعة من المحادثات مع أوكرانيا في المستقبل القريب جدا كان وفدان من روسيا وأوكرانيا قد اختتم جولة ثالثة من المحادثات في بيلاروسيا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأوكرانية رفضها مقترحا بإجلاء المدنيين من أوكرانيا إلى روسيا وبيلاروسيا هذا وأوضحت الداخلية الأوكرانية أنه ما زال هناك نحو أربعة آلاف أوكراني يحتاجون للإجلاء من كييف واستطهامات للجانب الروسي بغلق الممرات الإنسانية ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أسفرت عن تدمير ثلاثة ألاف ومائتين وست وتسعين منشأة عسكرية وثمانية وعشرين هدفا عسكريا للقوات الأوكرانية وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط ثلاثة طائرات في منطقة بولاتابا وطائرة في منطقة غوستوميل وطائرتين مروحيتين في منطقة مكاروف بالإضافة إلى ثماني طائرات بدون طيار تابع للقوات الأوكرانية موسيقى يقد اليوم مجلس الأمن الدولي اجتماعا لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بارتفاع عدد اللاجئين الفرين من أوكرانيا إلى أكثر من 1.7 مليون شخص منذ بداية العملية العسكرية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وأوضحت المفوضية أن أكثر من مليون أوكراني وصل إلى بولندا وحدها